تفقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أرض المقر الجديد التي خصصتها الدولة لإنشاء وتطوير النادي المصري القاهرية بدلا من المقر القديم الذي سيدخل ضمن تطوير منطقة الفستات بمصر القديمة يأتي ذلك في إطار الاهتمام بملف التطوير العمراني ولتوفير كافة الإمكانات اللازمة له فضلا عن الاهتمام بتنمية الوعي الثقافي والرياضي لدى شباب المنطقة ويتضمن النادي منطقة اجتماعية وملاعب وحمامات سباحة ومساحات خضراء إن شاء الله نادي المصري القاهري عضويته دلوقتي فيها 19200 إن شاء الله يكون حاجة أكبر بكتير مع تصميم في كل المنشآت الرياضية في حمام سباحة أولمبي وفي مجمع حمام سباحة أصغر ترفيهي وفي ملعب قانوني كرة قدم وفي صالة الرياضية ومنطقة اجتماعية كبيرة جدا اللي بيها إضافة تانية كبيرة جدا للتطوير الشامل حياة كريمة هي مفهوم ومضمون حياة كريمة مش بس تطوير الريف المصري حياة كريمة شاملة كل معاملات التنمية اللي موجودة في كل مكان بما فيها حتى المكان الحضر اللي احنا موجودين فيه حياة كريمة في الرياضة حياة كريمة للشباب حياة كريمة للأسرة المصرية مكاننا الجديد النادي المصر القاهري اللي هو جنب المكان القديم في تطوير غير طبيعي للإنشاءات بالكامل لتطوير للأعضاء انهم يشوفوا ملاعب يشوفوا حاجة هندسية محترمة حاجة هندسية على مستوى راقي النادي المصر القاهري في طوبه الجديد يختلف غير عن النادي المصر القاهري في المكان القديم بتاعه هنلاقي ملاعب على مستوى عالي هنلاقي حمامات سباحة على مستوى عالي هنلاقي مباني ومكاتب إدارية صلاة للأفراح والمناسبات على مستوى عالي كل الكلام ده كله بينعكس على العضل النهاردة بين خلال تطوير منشآت تتلائم وتتواكب مع التطوير اللي انا كلنا عارفينه وشايفينه بتاعت منطقة الفستان بجانب النهاردة اليوم النهاردة ان وجود السادة الدكتور أشرف صبح عزيزي الشباب ورياضة مع مجلس الإدارة الموقر اللي بالفعل تم انتخابه بخيادة الفشمان دي تأسير مطر عيد مجلس الشيوخ وريس مجلس الإدارة انه يلتق النهاردة مع شباب البرلمان وشباب الدير شباب وشباب الأنشطة المختلفة على مستوى النادي اشتركوا في القناة